هناك إشكالية في تشكيل الدولة الأمة في العراق لأن الفكر القومي الذي كان خلف الشخصيات الرئيسية التي أسهمت في تشكيل الدولة العراقية فضلا عن دعم بريطانيا لهذه الشخصيات وإصرارها على أن يكون هذا الشكل لدولة جديدة اسمها العراق هو الذي دفع باتجاه إشكاليات متعلقة بالفئات المختلفة داخل المجتمع العراقي سواء كان الكرد كان مواقفهم بدءا من العشرينيات مواقف معلنة تجاه الدولة العراقية السليمانية على سبيل المثال لم تستفتي على تتويج الملك فيصل الأول نتذكر أيضا هناك بعض الإعلانات الصريحة من بعض الشخصيات الدينية الشيعية حول قضية أن السلطة للسنة والتجنيد للشيعة بمعنى فشلت الدولة العراقية التي تشكلت في العام 1921 في أن تبني نظاما يحتوي جميع أبناء أولا ويحس الجميع بالانتماء إلى هذا الوطن وأنا أعتقد هذه الإشكالية ظلت قائمة حتى هذه اللحظة الإشكالية الأكبر أن فكرة الوطنية في العراق كانت فكرة قصرية يعني الدولة العراقية التي تشكلت بعد عام 1921 بنت فكرة نظرية عن المواطنة وعن الوطنية وحاولت قصرها على المواطنين من دون أن يكون هناك اتفاق بين جميع المواطنين في العراق على شكل هذه الوطنية أو تعريف هذه الوطنية ترجمة نانسي قنقر